موضوع هذا الفيديو والاكونفوكاسيون أو استدعاء امتحانات الباكالوريا بالنسبة للإستدعاء الخاص بالتلاميذ الأولى باكالوريا خاصة بالامتحان الجيهوي وتلاميذ التانية باكالوريا خاصة بالامتحان الوطني إذن كي نتمكنوا أننا نأخذوا هذه الاكونفوكاسيون أو هذه الاستدعاء سوف ندخلوا المصار service.man.gov.ma أو تطبيق متمدرس عبر الهاتف أو متمدرس.man.gov.ma في جميع الحالات سوف نتركوا على الفضاء الخاص بالتلاميذ والتلاميذ باكال طريقة هذه لننخلوا لهذه القوانسة في مصار سوف نحتاج اسم المستخدم يعني سوف نحتاج اسم المستخدم وكلمة المرور اسم المستخدم فهو عبارة عن رمز مصار متبوع بأرباستعليم.ma ثم نكتبه كلمة المرور ونضغطه على تسجيل الدخول ثم نضغطه على تسجيل الدخول إذن من اللي كان ندخلوا اللقونت دينا في مصار سوف نلاحظوا بأنه واحد البطن على اللي صار ديال الشاشة أو يعني ديال هذه الفنة ترضاكوي فيها تحميل استدعاء اجتياز امتيحانة الباكالوريا سوف نضغطه عليها باش أننا تعطينا واحد دي بي دي ايف هذا دي بي دي ايف أو هذه الورقة هو استدعاء هي لك منفوكاسيون سوف نضغطه على تسجيل الدخول سوف نضغطها لأننا سوف نضغطها في الامتيحان يعني يوم الامتيحان هذا البي دي ايف مكتوب فيه كونفوكاسيون إيقزام باكالوريا إذن سوف نرى داب المكونات أو المعلومات اللي كانين في هذه الكمفوكاسيون بنسبة مثلا التانية باكالوريا أدب إذن استدعاء اجتياز امتيحانة الباكالوريا دورة يونيو العادية لهذه السنة إذن تكون المستوى الاسم الكامل تاريخ الازدياد مودي ريال مؤسسة الأصلية إذن هنا مؤسسة فشكة قراء هنا اللي مهم عندنا هو مركز الامتيحان مركز الامتيحان يقدر يكون هو التانوية في الكرة قراء أو يكون في تانوية أخرى أو في إعدادية أخرى يعني سيكون في بلاسة أخرى يعني هنا سنتأكدوا من هذا مركز الامتيحان فين كين ثم رقم مترشيح رقم بطاقة الوطنية الكيسم إلى آخره واللي مهم كذلك هو رقم الامتيحان إذن المهم هو مركز الامتيحان فين كين ثم رقم الامتيحان والقاعة يعني فين ستدوز في هذا المركز ثم تحت هذه المعطيات أو المعلومات هذه الشخصية كان واحد الجدول يعني فيها مواقع أو توقيت يعني المواد مثلا يوم الجمعة كان اللغة العربية الصباح واللغة الأجنبية الأولى الثانية يعني العشية يوم السبت الاجتماعيات الصباح والفلسافة في العشية تحت من هذا الجدول قد تلقى توجيهات عامة خاصة بالمهمة وتعرفوا هو أنكم ستحضروا 45 دقيقة قبل بداية الامتحان مسحوب بالاستدعاء بينسوروا بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعدي لها هنا يعني أي بطاقة أخرى التي تتعادلها أو يعني الوصل اللغة الوريسو قبل أن تأخذوا بطاقة التعريف الوطنية هو ممكن إلى آخره إلا ما عندكم شهد هذه البطاقة ستسولوا الحريس العام أو المدير للمؤسسة لكي تقرأوا باش يفيدوكم في الاتجاه ثم كان معطيات خاصة بالغيش وكذلك يعني التدابير يعني المتعلقة بكوفيد إذن هذه المعطيات أو التوجيهات لكي تقرأوهم سنأخذوا مثال آخر يعني فقط غير باش تعرفوا المعطيات هذا مثال آخر استدعال اجتماعي امتحانة الباكالوريا دائما دورة يونيو لهذه السنة هذه يعني المستوى هنا بالنسبة للشعب العلمية مثلا الشعب العلمية التانية باكالوريا علم فيزيائي خيار فرنسية اسم الكامية تاريخ الزياد كذلك هنا غنلاحظوا واحد الملاحظة مشكلة بحل الاستدعال اللولة كين لدينا المؤسسة الأصلية واحد المؤسسة لهي تنوية أجدير ومركز المتيحان تنوية أحمد الشوق الإعدادية إذن هنا تغير مركز المتيحان إذن مركز المتيحان ما هي تنوية أصلية ثم راقم المتيحان كما قلنا القاعة إلى آخره وتحت من هذه المعطيات كما قلنا كين الجدول الخاص بالتوقيت يعني تمرير المتيحانات أو المواد إذن بزبادة الفيزيو الكيمية الصباح اللونغ للعشية الريادية الصباح ديال الأربع والفنسة في العشية ثم الخميس علم الحياة والأرض كذلك بنفس الطريقة توجيه تعمى على يعني التوقيت وتوقيت كذلك ديال اختبار ديال دور الاستدراكية ويعني الإجراءات الخاصة بالغيش أو يعني توجيه هذا وكذلك يعني الأمور الخاصة بالإجراءات الويقائية خاصة بالكوفيد إذن هذو كلهم معطيات اللي كتكون في استدعاء الامتحانات الاجتياز الامتحانة الباكالوريا إذن هذه الاستدعاء التي تطبعوها وتاخدوها ما كتحتاج لها توقيع لتأشي حاجة إذن بالتوفيق لجميع إن شاء الله